موسيقى السياشبونك ينهي سنة 2015 على وقع النتائج الإيجابية أعلن عن ذلك خلال ندوة صحفية عقدها البنك أمس الجمعة بالدار البيضاء استعرض من خلالها الرئيس المدير العام للسياشبونك أحمد رحو النتائج التفصيلية والأرباح التي حققتها المؤسسة برسم السنة الفارطة والتي بلغت 520 مليون درهم أي بارتفاع وصل إلى 7.7% السياشبونك ينهي سنة 2015 على وقع النتائج الإيجابية السياشبونك ينهي سنة المدير العام للسياشبونك ينهي سنة المدير العام للسياشبونك لأننا نحصل إلى 520 مليون درهم سنة المدير العام للسياشبونك سنة المدير العام للسياشبونك سنة المدير العام للسياشبونك وفق 5 المدير العام للسياشبونك سنة المدير العام للسياش بيحد المدير العام سياشبونك تكسب الرهان مرة أخرى بالرغم من الظرفية الصعبة التي طبعت سنة 2015 والمتمثلة في تباطئ الاستثمار وتراجع وفيرة منح القرود فما هي تطلوات سياشبونك وتوقعته للسنة الجرية؟ نحن نتابع على مرة أخرى نحن نتابع على مرة أخرى ونحن نتابع على مرة أخرى وهذا هو أفضل أفضل مع مرة أخرى سياشبونك تباعد على مرة أخرى فقامنا مختلفين becauseنا semi اخت Kyoto السائق ففضل شهوم تبدا والمتمنخ إلمزة البحثة جدير بالذكر أن السياجبانك تم السنة الماضية بحصوله على 10% من رأس مال شركة أطلنطا للتأمين وتمكنه من فتح ثمان وكالات جديدة تحمل علامته التجارية مقابل وكالتين حملت علامات صفاك للقرود اشتركوا في القناة